علاقتك في ختام مشوارك مع النادي الاعلي مع مانويل جوزيك هتعملت ازايش؟ انا علاقتي مش بمدارب انا علاقتي بنادي يعني مانويل داعش ايه؟ انا بحب وحب استيري انا ليه سعالتك السؤال ده؟ ايوانا عشان اتقال كلام وقتها انه حصلت مشكلة بينك وبالمانويل جوزيك حصل حاجة كده شد وجذب في الاخر مباراة في انجولا وهو قريدي كده كده ارجعه بس عشان الناس بتنسى مانويل كان ميشي راح مسك منتخب انجولا والنادي كان متدايق اللي هو ميشي من غير ما يستأذن اتفهم حاجة؟ اتفهم دي الحقيقة لان الكابتن حسن حمدي بقى اقولك حاجة من الكواليس ما طلعتش في الاعلام ولا مرة اتعمل معانا اجتماع بدون مانويل دقيقتين وبمانويل دقيقة ليه؟ اه والله لا مش فهم ليه الاجتماع دقيقتين ومانويل دقيقة ليه؟ اجتماع دقيقتين هو النادي مانويل ظن اللي النادي ما يعرفش النادي خيوته في كل مكان جالهم تليفون اللي مانويل خلص في انجولا اه فالكابتن حسن عمل معانا اجتماع عشان يديله رسالة اللي احنا عارفين اه اه ما كانتش اقيلوه اه دي نقطة فانا امراس مانا عيد بقى اما انا بقولك معانا الوحد سندول اسود فيه كتير اول بس هل انا النهاردة اقوله عادي خلاص عدى السنينة فتقال الكلام ده فالكابتن حسن قعد مانويل جاله عارض من انجولا وافع عليه وماضى وحيمسكهم من اول كذا شكرا خلاص احنا بمثل النادي الاهلي لازم نبقى رجان ثم مانويل انا عرفت فهو اتفاجئ الرجل فقال انا مثلا ايه علاقة مانويل المزالة؟ ما كده كده ماشي فاهم حينزا اقول ايه؟ ففي احيانا بقى اللي بيصرب حاجة بيزود حتة بقى بيأكد مثلا الاشياء دي ممكن يمشي خلص ده تخانقه مين اللي صرب؟ الله اعلم مش حبك تكون موجود لان لو قعدت التاريخ كان حيوض اه يعني اللي صرب ده اللي مش حبك تكون موجود ده ممكن يبقى من الفرق الله اعلم الله اعلم ما اقدرش وما بدورش ولا ده لان زي ما قلتلك الرزق توقف فلازم تؤمن بده وتقول الحمد لله وتتكلم على ناديك بشكل محترم